السلام عليكم ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد فيديو مشتريات جبتها مشتريات الشتاء جبتها الابني هباريك كل حاجة بالاشكال والاسعار اتمنى بقي يكون الفيديو يعجبكم يلا بينا هنبدأ مع بعض بصونا اول حاجة هبدأ بيها هو لبس البيت انا محبتش اكتر في اللبس قوي علشان الاطفال كل سنة انا جسمهم طبعا بيجبر وبيتغير فحبيت اجيب الحاجات اللي انا فعلا محتاجيها وما اكترش في الحاجات فههوريكو اول حاجة بصوا ده كده ترينج تمام شايف الاضاءة كده حلوة الاول هحاول افتح النور كده اشوفوا الاضاءة هتزبط ولا لا بصوا كده اول حاجة ده ترينج معي بصوا هوريكو شكله هو لونه كده جري فاتح اهو بصوا شكله عامل ازاي اهو لونه كده جري اهو حلو جدا ومبطن من جوه طبطينة بتاعته حلوة بتدفي جدا في الشدة اهو بالمنظر ده بصوا شكله حلو ازاي تمام ومعي البانطالون بتاعه البانطالون بتاعه لونه اغدر كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين وعليه نفس الشكل اللي موجود على التيشرت تمام عجبني الوانه وعجبني الجري مع الاخدر حسيته جديد ومعندوش الالوان دي خالص بصوا شكله اهو بالمنظر ده اهو الترنج ده انا كنت اجابه من محل هنا في المعادي اهو الترنج ده كان عامل مية واربعين جنيه صاره طبعا حلو قوي بصوا من جوه الخامة بتاعته تقيلة ازاي صاره حلو جدا جدا وكمان شكله عجبني قوي هو عنده احمر واصفر والالوان الورنج والحاجات دي كتير فحبيت اجيب له الالوان دي تغيير يعني شوية عن اللي عنده كمان تاني بقى ترنج اهو ده بصوا اه لونه اصفر كده وعليه الكلمة دي وبرده نفس الخامة الخامة بتاعته تقيلة وحلوة جدا ده برطبا بتلبس في الشتة تحتيه مثلا تي شرت بكم والحاجة اه بيبقى حلو يعني وما بيبقى بيدفي جدا وبرده الخامة بتاعته من جوه نفس الكلام اهو بالمنزر ده اهو طبعا سنه اصغر من كده بس انا جاي بهوله اكبر يعني علشان يكفي معاه اه سنة الجاية كمان تمام وكمان صدفة ان البنترون بتاعه يبقى لونه برده اغدر اه فحس كده الاتنين قريبين من بعض شوية بس دوت علشان اصفر والتاني جري فمختلفين عن بعض نفس برده الكريم اهو لونه اغدر اللون دوت وبرده البنترون بتاعه طويل وحلو جدا هينفعه للسانة الجاية ومبطن برضه من جوه اه ونفس الخامة وحلو اوي وكمان ده كان سعره برضه مية واربعين جنيه اه ليه كده كابتشو من ورا اهو مبطن برضه من جوه وحلو اوي فيه الفروة البيضة دي بتدفي جدا في الشتاء اهو منظر وعمل كده بصو شكله عامل ازاي انا مسكت الترايبوت عشان تشوفه كويس من جوه برضه الخامة بتاعته وقطنة مبطنة وحلوة كده ومن جوه اه فيه التبطينة برضه هنا مش حطانة هنا عشان متبقاش حرة قوي في الشتاء يعني اه ده كان سعره حوالي مية وخمسين جنيه كنت جايبه له من بنتشي الموجود اه اه في دجلة في المعادي تمام اه كمان جبت له واحد تاني كحلي اه بس ده مختلف شوية ده فيه سوستة كده اه لونها جول تمام وليه جبان كده جايبه له برضه مقاسه اكبر سن عليه علشان يكفيه اه وهدوم الشطة طبعا بيبقى لابس تحتية حاجات كسير فلازم تكون اوسع شوية علشان ما تخنقهوش تمام برضه بصو فيه فرو من جوه لونه كحلي كده حلو جدا ومشته نعمة وكمان منبرة فيه تقليمة كده بسيطة وشكله حلو جدا جدا وكان شكله بصراحة حلو قوي عليه اه دوت برضه كان سعره ومية وخمسين جنيه اهو اه بصو كمان جبت له البنطلون الميلتون ده بتبقى حلو قوي البنطيل دي في الشتة بصراحة عن الجينس الجينس كده بيسقع لكن دوت بيبقى مبطن كده من جوه بصو شكله عمل ازاي انا بحب اجبهم له بصراحة كل شتة اه بغير له يعني المقاس بتاعه اجبهم له بيبقوا حلوين قوي كمان مبطنين من جوه اهو يا طبطينا كده بتبقى نعمة اصنا البنطيل دي شتة اه يعني من الصيفي انا بجيبها للشتة بس اه حلوة برضه جدا جدا وبتبقى على سويت شيرت كده سهلة على اي كوتش ابيض او كوتش اي لون هتبقى لذيذة وحلوة قوي البنطيلون دوت كان الواحد عامل اه 80 جنيه اجبت له منه واحد جري وكمان جبت له منه واحد اسويت برضه للشتة بس يعني في الصيف ممكن اجيب له منهم تاني اه بس صيفي بقى لكن دول اه الحاجات دي البنطيل دي بتاعت الشتة اه من الصيفي يعني من انها برضه مبطنة من جوه نفس الكريم بتبقى حلو برضه قوي في الشتة ممكن تتلبس بنتلون تحتها لو جوه بقى ساعة قوي او ممكن ما يتلبس بنتلون تحتها هيبقى عايزة هيبقى بالمنظر ده بصوا ده لونه اسويت بس هي الاضاءة ساعدة بتبقى مش مظبوطة اهو بالمنظر ده اه انا نسيت انا قلتلكم بنتلون ده بتمانين لا البنتلون ده كان بخمسين جنيه صاره حلو جدا جدا اه مكرنة يعني بالماتيريال بتاعته والخم بتاعته حلو قوي انا بقى جيبه له كده كل شتة اه يدفيه وبيبقى حلو قوي في اللبس على اي سويت شرت ولا حاجة بيبقى جميل جدا وبس كده دي الحاجات اللي انا اكتفيت بيها اه مع الحاجات طبعا اللي عنده وعنده جواكت وفستاته حاجات تانية فقلت دول كفاية عليه يعني على الحاجات اللي عنده علشان كل سنة طبعا بنحتاج نشتري حاجات جديدة فاكتفيت بالحاجات دي بصراحة اه وبس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة ودي المشتريات لو عجبتكم بقى متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ويلا سلام